شكرا هادير التسعب بتوقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي حرصه على تعزيز علاقات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية معاربا عن تقديره للزخم الذي يشهده التعاون الثنائية وخلال المؤتمر الصحفي لرئيس السيسي ورئيس كوريا الجنوبية مون جي إن أعرب رئيس السيسي عن تطلوه لجذب الاستثمارات والشركات الكورية الجنوبية إلى مصر مضيفا أن مصر تسعى لإحداث طفرة تنموية على غرار التجربة الكورية الجنوبية كما أكد رئيس السيسي على أن المباحثات مع نظيره الكوري الجنوبي استعرضت فرص الشراكة التي يمكن أن تتم بين الشركات المصرية العاملة في إفريقيا والشركات الكورية مضيفا أنه تم تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك هذا وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مون جي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية جلسة مباحثات ثنائية عقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين وبحث الرئيسان أفاق تعظيم التعاون بين البلدين في توطين صناعة السيارات الكهربائية بمصر بالإضافة إلى التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة والسياحة ومشروعات البنية الأساسية والتعدين كما شهد الرئيس السيسي ورئيس كوريا الجنوبية توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والوثائق بين البلدين حيث جاء في مقادمة الاتفاقيات مذكرة التفاهم للقيام بدراسة مشتركة حول جدوى الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 1632 متعافيا من فارس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية لازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 1403 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفارس ومتحوراته وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية لافت إلى وفاة 22 حالة جديدة أعلنت وزارة الصحة استقبال 667100 جرع من لقاح فارس كورونا من إنتاج شركة أسترزانيكا بمطار القاهرة الدولي مقدمة من دولتين بلجيكا وألمانيا عن طريق ألية كوفاكس بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات جعفي ودعت الوزارة المواطنين مجددا إلى ضرورة تلقي لقاحات كورونا للمساهمة في الحماية من الإصابات الشديدة بالفارس ومتحوراته مؤكدة أن مصر لا تدخر جهدا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان خضعت غالبية محافظات اليابان البالغ عددها 47 محافظة إلى فرض حالة شبه الطوارئ وهو ما يحتم القيود على المطاعم والحنات للتعامل مع ارتفاع الإصابات بفارس كورونا المستجد ومن المقرر أن تطلب 12 محافظة أخرى بما في ذلك أوساكا إعلنت شبه الطوارئ من الحكومة المركزية خلال الأيام المقبلة ومن المقرر أن تطلب عدة محافظات في غرب وسط اليابان إعلان حالات الطوارئ على التوالي أعلنت تحالف العربية عن تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروع بالعاصمة اليمنية صنعاء وأضاف التحالف العربية أن العملية العسكرية تم تنفيذها استجابة للتهديد وتحييد خطر الهجمات العدائية أما رياضيا فيلتقي الأهلي اليوم مع المقاولون العرب في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بمطولة كأس الرابطة وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها يواجه الإسماعيلي فريق البنك الأهلي بينما يلتقي سموحا مع الجونة ضرب ليفربول موعدا مع تشيلسي في المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد فوزه على ضيفه أرسنل بهدفين نظيفين في إياب الدور النصف النهائي من المسابقة وشهدت المباراة غياب ثنائية ليفربول محمد صلاح وسعد يوماني بالإضافة للعب أرسنل محمد النني وذلك لمشاركتهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية نهاية منجزة التسانع والاستكمال الباقي فقرات صباح خير يا مصر بعد الفاصل